يأقد رئيس مجلس النواب علي عبد العالي اجتماعا مغلقا اليوم يحضره القائم بعمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين علي المصلحي ووزير الزراعة عبد المنهم البنة وذلك لمناقشة زيادة أسعار توريد قصب السكر ومحصول البنغر ويتطرق الاجتماع لمناقشة المذكرة الاسترشادية التي سبق أن قامت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب رفعها لرئيس المجلس ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على السعر الجديد في هذا الاجتماع